اشتركوا في القناة قال زكريا بطرس طبعا ده اقل كلام واقل استهزاء وشتمه سب قاله على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لكم ان تتخيلوا ان الشخص ده طول حياته بيشتم وبيسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق فماذا انتم فاعلون فلا نامت اعين الجبناء عقب زكريا بطرس لشتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا كفيناك المستهزئين ولكم دينكم وليدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مستنيت علاقاتكم عن موضوع ده؟ اشتركوا في القناة